تنفيذا للتوجهات الرئاسية نجحت الجهة السيادية في الإفراج عن 20 بحار مصريين باليمن ويجرى تأمين عودتهم للبلاد وجاءت جهود الإفراج عن البحارة انطلاقا من التوجهات الرئاسية للأجهزة المعنية بتقديم أوجه الرعاية للمصريين بالداخل والخارج وتبين أن كافة البحارة المصريين المفرقة عنهم بخير وقد تلقوا الرعاية اللازمة أعلنت وزارة الخارجية أن مصر وسلوفينيا تحتفلان بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذين اتسمى التعاون الثنائي بينهما بالاحترام المتبادل والعمل البناء من أجل تحقيق مصالح الشعبين المصري وسلوفيني وأكدت الخارجية في بيان أن هذا التعاون الثنائي أثمر ولا يزال عن الكثير من الإنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي وعشرت الخارجية إلى أن مصر تولي أهمية لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشتركة